أنا أصف الفرنساوي جامد جدا جامد جدا اهلا بيا زنو شيرامي ايو ايو ما احنا خلي بالك في السنوية عامة قرروا يدونا مادة الفرنساوي وما كناش بناخد فرنساوي خالص فأخدنا موضوعين لفميدو حسن اتام فمينو مروع علت حسن علا كبيرة ولكو تقجب سياق أحسن قطل في العالم وصقطل فيهم برد بداية مشوار منتخبنا الوطني نهاردة بدأ منتخبنا الوطني زي ما كلنا عارفين طبعا أمام موزنبيق أكيد وأكيد كلنا كنا قاعدين منتظرين نتيجة قوية وجيدة طبعا انتهت المباراة زي ما كلنا تابعنا طبعا بالتعادل اتنين اتنين مش مشكلة مش مشكلة اطلاق أنا عايز أقول أول ما عرفنا انه موزنبيق معانا في المجموعة قلنا دا خير قلنا دا خير ليه احنا التقينا بموزنبيق قبل كده في دور المجموعات في أمم إفريقيا قبل كده تلات مرات الحقيقة في تلات مرات كنا بنكسب اتنين سفر معلومات دي أعتقد حضراتكم عارفينها يعني كنا دايما بنكسب اتنين سفر في تلات مرات لكن من حسن الطالع ان في تلات مرات اللي كانت موزنبيق معانا في المجموعة وبنكسبها 2-0 كنا بنكسب البطولة ربما المرة دي المرة الوحيدة اللي اتعادلوا معنا واللي قدروا يسجلوا في مرمانة أهداف صحيح مش مشكلة إطلاقا للي ما يعرفش أمم أفريقيا 24 منتخب متقسمين على 6 مجموعات كل مجموعة 4 فرق بياخدوا الأول والتاني من كل مجموعة 6 مجموعات 2 في 6 بـ 12 عشان نكمل دور الـ 16 بناخد أربع فرق الأربع فرق دول منين أفضل أربع تواني في الـ 6 مجموعات مش ممكن مش هنكون إحنا من الأول أو التاني أو لقدر الله أفضل توالد طبعا طبعا لكن وحط تحت لكن دي 100 شرط النهاردة الرأس الأخضر في مفاجأة مدوية كسب غانا 2 واحد فرق دول معانا في المجموعة غانا معانا في المجموعة والرأس الأخضر معانا في المجموعة وموزنبيق اللي لعبناها النهاردة يوم الخميس أنا ألتقي مع غانا وغانا هتنزل معانا بشكل مختلف لأنها هتغلبت النهاردة من كاب فيردي وبالتالي هتلعب مباراة صعبة جدا علينا جدا وقوعة تنسى أن النهاردة الرأس الأخضر دي مفاجأة عملت ماتش تحفة تحفة على كاب فيردي الرأس الأخضر النهاردة يمكن حصريا لحضراتكم بعد المباراة في الملعب كلام اللي بقوله دايما حضراتكم متعودين معايا ما بقولش أي لغوة يعني أو بدرب كلام في الهوى أو كلام ده كله ما بيحصلش مني انتوا عارفين يعني بعد الماتش في قط اللبس دخل فيتوري جمع اللعيبة قال لهم كلمتين قال لهم كلنا مسؤولين افهم بقى الكلمة دي كلنا مسؤولين يعني ايه يعني انا مش مسؤول لوحدي هو ما قالش كده هو قال كلنا الجملة اللي قالها قال كلنا مسؤولين انا افهم بقى معنى الكلمة دي ان انا يا حبيبي مش مسؤول لوحدي لا مش هشيل الشيلة لوحدي كلنا مسؤولين يعني كل واحد فيكو يتحمل المسؤولية دي الجملة اللي قالها او الكلمتين اللي قالهم بمنطه الوضوح محمد صلاح ايضا كان دايما بيعمل اجتماعه مع اللعيبة تاني يوم هو كابت الفرق كلنا عارفين طبعا المرة دي جامع اللعيبة في الفندو الاول ما يديك انطباع ماذا حدث بعد المباراة طبعا كل اللعيبة كانت طالعة متقطعة الرأس طبعا ولولا ربنا كرمنا بالهدف التاني نتيجة مجهود عظيم من مصطفى محمد صدر رجله قدام الرجل حط الرجل وش رجله في قصب الرجل مصطفى محمد من الخلف دانا ضرب الجزاء في الوقت القاتل اعتقد دي 87-88 ماتش كان بيخلص وكان هيا ينتهي وكان تتبقى مشكلة لو ما اخدناش ولا نقطة في الماتش ده فخلينا نقول باختصار شديد جدا وطبعا عندنا النهاردة ديوف كبار هنتكلم كلام كتير اوي 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 عما حدث في هذه المباراة هنتكلم مسئولية مين هذه النتيجة وهل هذا كان امر متوقع؟ هل يشيلها فيتوريا الوحده؟ ولا كان هناك تقصير من جانب اللاعبين؟ هنتكلم عن خطة فيتوريا النهاردة والتشكيل بتاعه كان شكله ايه النهاردة؟ وهل هو ده الانفل؟ هنتكلم اكيد في امور كثيرة جدا 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 طب احنا هنكمل الوقت يا كابتن شاوي بس خلينا ناخد المكالمة دي طبعا من كودوفوار رئيس بعثة منتخب مصر مهندس خالد درندالي يا خالد بيه مساء الانوار؟ مساء الانوار يا كابتن متحس ومبروك على البداب الجديد ربنا يبالك تحياتي لكابتن شاوي غريب طبعا كابتن شاوي الكابتن عالي بالظبط كده ربنا يخلي يعني خليني الاول اسأل اجواء ايه لفندق دلوقتي بعد طبعا نتيجة اللي اكيد كلنا كنا متوقعين غيرها ايه الاجواء بشكل عامل اول اخلت بيه؟ بص يا كابتن متحس انا اخذي اقول باختصار طبعا احنا جينا بعد المبراج كان البديد الفني قعد مع الفرقة واحنا عادنا مع البديد الفني انا وجمال بيه علام عادنا مع البديد الفني احنا عايزين نقول حاجة برضو احنا مش هنهرب بالمسؤولية ولا هنجامل ولا هن لا احنا طبعا فيه تقصير اللي عيبة مدتش المستوى المتوقع منهم مدتش المستوى اللي كان في المبراجات السابقة كلها داخل مصر او برا مصر نعم ودي حاجة احنا كلنا مش هنهرب منها بس زي ما بدون ايه اللي بيها رب المسؤولية ده خطأ كذيف صحيح واللي اللي ما بيعترفش بالخطأ خطأ اكبر خالد بيه بدون اعطى حديثك حديثك شايف الخطأ فين معلش بصي انا مش عايز ادخل في فنيات دي انا سايي الكلام ده طبعا كل واحد تخصصه نعم نعم لكن انا بتكلم الادارية والناحية المعلوية احنا طبعا يعني كلنا زعلانين وكلنا بما فيهم اللعيبة اكتر مننا كمان اللعيبة كلهم يعني لو تشوف اللعيبة حاسة بايه حاسة بالمسؤولية كبيرة لان المسؤولات منتخب مصر اسم كبير منتخب مصر الناس كلها النهاردة كانت مستنيها حالة كبيرة واداء كبير مسؤولات زيارة سط الرايس ليهم دعم اللي اتعمل لكل الفرق كل ده المسؤولات بيئة جدا ولكن برضو اللعيبة قد هدي المسؤولية اللعيبة بتوعنا هم دول اللعيبة اللي كذبوا الماتشات اللي فاتت كلها برا مصر اللي كذبوا بلجيكا وهي تاني العالم اللي السنة اللي فاتت نشيوا مشوار طويل جدا واتغلبوا اول ماتش من نيجيريا ووصلوا فاينال بعد ما كذبوا كودفار والكاميرون والمغرب اللعيبة قدر المسؤولية فعلا في خطأ حصل ولكن الفكرة ان هما الناس دي يعني ايه حسب ان هما قصوا وعندهم القدرة ان هما يعوضوا وهما قالوا كده جميل جاي احسن احنا بجد احنا مش بنقول كلام شعارات ولا حاجة ولكن احنا فعلا عايزين ندعم المتخب لان ايه النهاردة اديك شفت غانة هما غانة فرقة كنا كلنا متخدر غالبت من كاب فردي اه اتوقع فالمبارات اللي في ستاحية دي بيبقى لها ظروف تانية خالص مش عايزين نجي اعظار ولكن احنا لازم جلوقتي نقلم الصفحة ونقف مع المتخب لان المتخب ده فيه لعيبة على قدر المسؤولية ولعيبة محترمة ولعيبة طبعا اللي عارفين ايه اتوقنية بتاعتهم يقول ان فيه تقصير حصل مش اخر الدنيا ان شاء الله احنا بنوعد اللي جاي احسن وبنوعد ان الناس دي عرفت ان هي مدتش صح واللي جاي حيكون اصعب فان شاء الله باذن الله المباراة الجاية هنعود ونقمن بكده بإذن الله ونقمن با ان كل المصري يدعمه طبعا ما فيش كلام فيش كلام مش عايزين الناس يعني تحبت المتخب لا بالعكس احنا عايزين ندعم واللي جاي بإذن الله ييفرح كل مصري ان شاء الله بنقمن بك رد فعلي في توريا ايه على هزيمة غانة هل ابدأ اي ردود افعال احنا كلما نتفرج مع بعض بص هو الرجل كل التركيز والحقيقة دلوقتي في ان اه هو زعلان من النتيجة اخذ باقي مش نتيجة نتيجة نحن نعم هو رجل قد نتكلمنا معاه وهو حاطب في دماغه حاجات كتيرة جدا بإذن هو بكرة الصبح اول حاجة هي قد مالعيبة اجتماع ما كانش في الجذوب يعني ولكن اجتماع اه بكرة وفي اه هو بقى مش حاجة يقوله هو يقوم ايه او يتادي حاجة بتاعته نعم ولكن هو له اجندة تانية ان شاء الله بكرة هحي تديها وربنا معاه بقى ومع الفرقة ومعنا وكل مطل ان شاء الله توقف مع فرقتها بإذن الله اخيرا خالد بيه فيما يتعلق بحجازي اخبار الاصابة بتاعته ايه وايه طبيعتها بالزبط لا ما فيش اصابة ما فيش اصابة على فكرة حجازي حجازي يعني انبارح لما الناس في طول اصابة هو ما فيش اصابة حجازي من يوم ما جيت مرة فيش حاجة خالص نعم يعني اما ان عدى الملتاع حاجة بسيطة يعني وان شاء الله مش هتأثر في اي حاجة انما الناس كان بتتكلم عن اصابة حجازي قبل كده حجازي وكانش مصاب حجازي بيتمرى من يوم جينا نعم انا معرفش انا مبارح مبارح حتى يعني ايه مبارح انا كنت في مبارح الفتاح فالعارف لما انا بتكلم عرفت مين اللي لقى ومين اللي هيلعب بكرة والناس جهزة وبتاع عرفت الناس جهز فافتكرت الناس بتقول فيه اصابة حجازي افتكرت ايه اصابة ايه انا مش فاه الراجل معنا من اول يوم ما فيش حاجة فلو فيش طبعا اصابة والحاجة خالص من يوم ما جيت مه اشتركوا في القناة